موسيقى الرئيس سيسي يؤكد استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتعاون المشترك مع غينيا بيساو في مختلف المجالات رئيس الوزراء يتابع الجود المبذولة من لجنة الاستغاثات الطبية خلال فبراير الماضي الصحة تطلق سبع قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة موسيقى أكد الرئيس سيسي استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتعاون المشترك مع غينيا بيساو في مختلف المجالات وكتب الرئيس سيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك شرفته باستقبال السيد عمر سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو في قصر الاتحادية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة والتعاون المشترك في مختلف المجالات تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجهود المبذولة خلال شهر فبراير الماضي من جانب اللجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء وذلك خلال تقرير انتلقاه من الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة وثمن رئيس الوزراء الجهود التي تقوم بها اللجنة الطبية في التعامل الحاسم والسريع مع استغاثات المواطنين في الجوانب الصحية بما يضمن توفير الرعاية الأزمة ويعزز مساعي الدولة في الوصول إلى المواطن عبر مختلف قنوات التواصل وأكد الدكتور حسام المصري أن لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس رصدت واستجابت خلال شهر فبراير الماضي لـ 532 حالة أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد عن تلقي 1141 مواطنا من الفئات المستحقة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجدة وذلك في اليوم الأول من بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين والذي بدأ أمس في إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق سبع قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانا في جميع التخصصات الطبية وذلك على مدار اليوم وغدا بمحافظات جنوب سيناء والوادي الجديد وضميات والدقهلية والغربية والجيزاء والبحر الأحمر عقدت وزيرة التجارة والصناعة نيفينجا مع لقاء موسع مع أعضاء المجلس التصديري للحرف والصناعات اليدوية برئاسة الدكتور الوليد الشامية حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير القطاع بما يسهم في زيادة تنفسية ورواج منتجات الحرف اليدوية المصرية بالسوقين المحلي والخارجية وزيادة صدرات القطاع للأسواق العالمية وأشارت الوزيرة خلال اللقاء إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات متكاملة بكافة المشروعات العاملة بالقطاع حتى تتمكن من الوصول لبرامج التمويل والتدريب وبناء القدرات والمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر صباح اليوم عن مغادرة السفينة أورانوس المتجهة إلى المغرب بحمولة 6000 طن من الإسمنت الأبيض المعبأ من سيناء بعد عمليات الشحن لمدة 48 ساعة متواصلة العمل داخل الميناء وذلك في إطار استمرار تصدير المنتجات السينوية المعبأة والخام من الميناء منذ أعدى تشغيله في يناير الماضي قد استقبل ميناء العريش البحري السابع للمنطقة القطاع الشمالي السفينة أورانوس القادمة من اليونان أول أمس وهي السفينة رقم 15 التي استقبلها الميناء خلال هذه الفترة بعد إعادة تشغيله وهي أيضا الرابعة من نوعها لتصدير الإسمنت الأبيض اشتركوا في القناة